وهجمة الحوثيين الكثيفة التي استهدفت السفن التجارية في سواحل اليمن تسببت في ارتفاع كلفة شحن البضائع في الموانئ وغلاء أسعارها عالمياً وحتى في الأسواق المحلية اليمنية بقيمة 300% ارتفع شحن البضائع إلى الموانئ اليمنية ارتفاع ارتبط بهجمة الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وهو ما يهدد ما سار التجارة داخلياً وخارجياً خلال هذه المدة من نوفمبر إلى ديسمبر ارتفع من خلال حتى الإخصائيين وشركات الشحن في الصين وفي المناطق الأخرى ارتفع حوالي 300% الشحن نسبة إلى شحن شهر نوفمبر إلى شهر ديسمبر ارتفاع قيمة الشحن والتأمين البحري رفع سعار السلع المستوردة في الأسواق المحلية أضعاف ما كانت عليه سابقاً أمر يفاقم معاناة اليمنين هل استفدنا من هذه الضربات حقه؟ أربعة خمسة صواريح يضرب هذا البحر تقيل البوارق الأمريكية تسقطها الأرض هل استفدنا منها؟ لا نحن فعلا ارتفع رأسنا قلنا والله اليمن شاركات اليمن عملات اليمن كذا لكن ندفع الثمن نحن المواطنين ندفع الثمن سبب ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع السعب الموانية اليمنية وارتفاع الصرف السعودي والصرف الدولار وهلها المعيشة أصبح السعب اليمني ما عاد يلاقش حتى قوت يومه تزداد مخاوف اليمنيين من العواقب الاقتصادية والأمنية من تصعيد الحوثين عبر استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب في وقت تحذر الحكومة من هجرة شركات الملاعية التي بدأت بتغيير مساراتها التجارية في البحر أرقام قياسية لتكاليف شحن البضائع للمواني اليمنية خلال شهر ديسمبر قد يمتد تأثيرها لأسعار استلع محليا وتعطيل الإمدادات العالمية التي تبحر عبر البحر الأحمر مهيب المريري المشهد عدان